وللمزيد حول تفجير بارسلس جرين معي هنا في الستوديو زميلي الصحفي في بي بي سي عصام أكرمنا وعصام مرحبا بك من يوم أمس وأنت مجغول في هذه القضية لو تخبرني وتخبر المشاهدين عن أي خطوط إضافية في التحقيق وألقاء القبض على هذا الشاب وهو في 18 من عمره كما فهمنا بالفعل توني ألقي القبض على هذا الشاب في ميناء دوفر الأمر الذي يوحي نتحدث هنا عن إحاء وليس عن تأكدات أنه ربما كان يحاول مغادرة الأراضي البريطانية لأنه كما تعلم المعبر الرئيسي إلى أوروبا إلى فرنسا بالتحديد لكن ما توفر من المعلومات أنه ألقي القبض على هذا الشخص وقيل أن المصدر الرسمي قال أن اعتقاله مهم للغاية فيما يتعلق بالقضية لكنه رفض الإفساح بأي تفاصيل إضافية واكتفى بالقول أنه يتم استجواب الشاب في أحد مراكز الشرطة في مقاطعة كينت بالنسبة لمركبات القنبلة والتحقيقات في هذه القضية الذي نعلمه حتى الآن من الخبراء للأمنيين أن المادة الكيموية التي كانت داخل الدلو التي ترك في عربة في قطار أنفاق مادة يطلق عليها لها اسم علمي ولكن بالعامية أو باللهجة الشائعة يطلق عليها أم الشيطان وهي مادة كيموية حارقة يتم إشعالها عن طريق الحرارة أو الاحتكاك أو الحركة أحيانا استخدمت مادة شبيهة منها في انفجار برشلونة الأخير كما يعتقد أنها شبيهة بالمادة التي استخدمت في انفجارات السابع من تموز يوليو عام 2005 هنا في لندن إذن نتحدث عن مادة حارقة ومادة سريعة الاشتعال أيضا المصادر الأمنية تقول أنه طرأ عطب على الجهاز الصعيق الذي كان من المفترض أن يفجر هذه المادة وهذا يفسر لحسن الحظ عدم انفجارة وفقط احتلاء هذا بالضبط مجالة في أحداث 21-7-2005 التي فشلت أربع محاولات انتحارية أو محاولات تفجير على الأقل دعني أسألك عندما جئي إلى العمل اليوم إلى البي بي سي رأيت في متر الأنفاق رجال الشرطة كما نشاهد في هذه الصورة مجموعات منهم تقف في كل مكان الجيش انتشار في بعض المناطق السؤال لأساسي هل هذا يزيد المواطن هنا في بريطانيا طمأنينة طمأنينة أم أنه ربما يخرب عليه نارو لأنه عندما يشاهد الشرطة والجيش منتشرين بكأنك في حالة حرب بالفعل ولكن رئيس الوزراء تيريزمي واليوم بن وليس وزير الأمن أكد أن هذا التوصي رفع درجة التأهب والتحذير من الشديد إلى حرج يأتي بناء على توصية من اللجنة الأمنية المخصصة لتقييم الوضع الأمني القرار ليس سياسيا ولكنه أمنيا وسيتم تفعيل العملية تيمبرر التي استخدمت مرة في السابق بعد تفجير مانشستر في أيار الماضي الرئيس الوزراء قالت أن هناك حاجة مرحة لحماية الجمهور وأنه سيتم نشر مزيد من قوات الجيش بالإضافة إلى الشرطة في الشوارع والناطق الحساسة وسائل المواصلات لكنها في الوقت نفسه طلبت من الجمهور توخي الأقضى والحذر والعيش بطريقة عادية جدا دون التشويش هذا بزبط ما كان يجري خلال القطار عندنا مجيء اليوم إعلانات داخل القطار لطلب من الناس كيتنبهوا على كل حال سنتابع معك كل ما يجري في نشرات مقبلة ربما يمود شكرا جزيلا لك زميلي في الستوديو عصان معك رماوي الصحة في بي سي شكرا لك شكرا لك